بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزاربا صهيب بالعاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري الجديد لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة شوق عباس تنفيذ عددا من المشاريع والبرامج المختلفة وتعزيز أوجه التنسيق والشراكة بين الجانبين وتناول اللقاء بحضور وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد ومدير المنظمات الدولية والإقليمية بالوزارة أحمد الجاوي مشاريع المنظمة المنفذة في محافظات عدن ولحج أبيان وتدخلاتها في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم وتعزيز السلام للمرأة وحل النزاعات المجتمعية وأوضحت دكتور باصهيب أن توجهات وأولويات الوزارة للعام الجاري تتضمن الانتقال من التدخلات الطارية إلى المشاريع التنموية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطن كما نقش نائب وزير التخطيط في عدن مع المدير القطري لمنظمة المساعدات النرويجية فايز باكتين خطة مشاريع المنظمة في مجال التوعية بمخاطر الألغام في محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وأشدد باصهيب على أهمية مضاعفة المنظمة النرويجية جهودها في مجال نزع الألغام ومخلفاتها التي تهدد حياة المواطنين في عدد من المناطق وفي سياق آخر استعرضت دكتور نزار باصهيب خلال لقائه في عدن مع مدير منظمة هاندكاب بعدن ولحج المعنية بالأطراف الصناعية كاميران شاه جملة من الاحتياجات لخدمات العلاج الطبيعي وتركيب الأطراف الصناعية وعلى صعيد منفصل بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مديرة منظمة كيمونيكس انترناشنال للخدمات التنموية وبناء السلام بشرى اللوزي مشاريع المنظمة في مجالات الإنذار المبكر للمجاعة وبناء السلام وأوجه التعاون بين الجانبين في مجالات عملها وأنشطتها الإنسانية شكرا